بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يقول الله تعالى في سورة الإسراء آمرا عباده ببر الوالدين وموجها للدعاء لهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم يذكر الحق سبحانه وتعالى في سياق هذا الدعاء بعض من شرائط الإيمان وخصائص الإسلام ألا وهي عبادة المولى سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وبعد كده أتبع ذلك بالأمر ببر الوالدين لكون الوالدين السبب الظاهر في وجود الأولاد فقال تعالى وقدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أوجب وكتب وأمر ربك ألا تعبدوا غيره لأن معنى العبادة هي نهاية التعظيم ولا طليق إلا بمن له الإنعام الإفضال حقيقة على عباده ولا منعم إلا هو سبحانه وتعالى ثم قال عز وجل وبالوالدين إحسانا أي وأن تحسنوا إلى الوالدين وتقوموا بواجب البر بهم لتفوزوا برضى الله تعالى ويكون جزائكم من جنس العمل بتاعكم اللي عملتم في الدنيا فإذا أنتم أحسنتم بالوالدين وبررتم بهما كان جزائكم الإحسان هل جزاءه الإحسان إلا الإحسان؟ وأمر سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما ليه؟ هما سبب الوجود وهم كمان أمرك بدا بسبب شفاقة الوالدين على الولد كل أب وكل أم بيبذل الجهد غاية وأقصى الجهد في إيصال الخير إلى أولاده وإنه يبعد الضر عنهم قدر استطاعتهما وإن الأب والأم أحسن إلى الصغير في صغر وهو في غاية الضعف مش قادر يمشي هما بيسندوه هما بيدربوه هما بيعلموه كنا في الصغر في غاية الضعف ونهاية العجز وأخذ الوالدين الكريمان بأيدينا إلى إنه الإنسان كبر وإدر أنه يعتمد على نفسه فده يستوجب منك إيه؟ ده يستوجب منك الشكر فوجب أن يقابل إحسان الوالدين بالشكر لهما وهو الإحسان إليهما في كل وقت وبالذات عند الكبر امتثالا لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنك أنت في القرآن وإما يبلغنا عندك الكبر وإنت لابد أن تشكر وأكتر حد لابد أن تشكر له بعض الله الوالدين والنبي عليه الصلاة والسلام عموما علمنا أن نشكر الناس على ما أسدوه إلينا من معروف من باب الوفاء من لم يشكر الناس لم يشكر الله وما أنعم أحد من المخلوقين على الإنسان مثل ما أنعم الوالدان عليه فكان واجبا على كل إنسان منه شكر النعم شكر هذه النعم بالبر بالوالدين الكريمين البر والإحسان والدعاء لهما وبعد كده في صياق هذا الحديث عن حق الوالدين والوصية بهما يفصل الحق سبحانه وتعالى ما يجب للوالدين الكريمين من الإحسان بقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة يعني إذا وصل الوالدان أو مثلا واحد منهم كان كبير أوي أو الاتنين كانوا كبار في السن وصلوا لمرحلة الكبر اللي هي الضعف والعجز وصار في حال هذا الكبر اللي يحتاج معاه الإنسان إلى مزيد من الرعاية والعناية والحماية زي ما احنا وكنا صغيرين عند الوالدين في صغرنا بنحتاج إلى الحماية والرعاية فوجب علينا أن نشفق على الوالدين ونحن عليهم حنوا مضاعفا في هذه الحال وفي تلك المرحلة ونحن نعملهم معاملة الشاكر لصاحب النعمة عليه أبوك وأمك أصحاب نعم كبيرة وكثيرة لا تعد ولا تحصن فأما عملهم أعملهم معاملة الشاكر لصاحب الفضل والنعمة عليه ولذلك الله سبحانه وتعالى يوجه العباد إلى ما فيه الخير والرشاد لهما في الدنيا والآخرة فبيدلك بيعلمك إزاي يكون البر بهما وبيتجلى ذلك في أمور خمسة ذكرتها الآية الكريمة أول شيء وهو وصاك عند الكبر بالذات عند الكبر لأن دي مرحلة الإنسان بيبقى في ضعف شديد وكل صفاته في الكبر اللي كانت صعبة بتبقى مضاعفة في الصغر كانت صعبة بتكون عند الكبر مضاعفة جدا فبيقولك أول حاجة ما تتأففش من شيء تراه من الوالدين أو من أحدهما دون الآخر مما يتأذى به الناس عادة تصرفات شوية بتبقى مرهقة فإن تتأخذها فتتأفف منهما وتظهر هذا الحال لا لابد أن يتحل الإنسان بالصبر واحتسب الأجر على الصبر ده عند الله زي ما هم كمان صبرا عليك في صغرك وضعفك وعجزك واحتياجك الأمر الثاني اللي دلت عليه سياق الآيات الكريمات إن أنت كمان لما تتعامل مع الوالدين وبالذات الأم ما تنغص عليهم بالكلام اللي فيه زجر ونهي ليهم حتى لو هم ده معناه إن هم حيقولوا كلام يعني ممكن ما يبقاش شوية مريح ليك مش هادئ ربما يدايق ربما يكون مستفز ربما يكون مفهوش التركيز الكامل فلا لابد إنك أنت تمنع نفسك من إنك تظهر المخلفة ليهم بالقول على إنك ترد عليهم في الكلام أو لا اللي أنتو بتقولوه ده مش صح والصح كذا وكذا عشان تثبت لهم الحق كذا خلاف اللي هم بيقولوه لا خلي بالك عند الكبر دي مرحلة مختلفة تماما عما كانوا معاك في صغرهما الأمر الثالث المهم اللي أشارت إليه الآيات الكريمات إنك يبقى أنت مش ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريمة يبقى أنا مش هتأفف ولا حنهرهم حتى لو قالوا كلام غلط والنقطة التالتة وقل لهما قولا كريمة أن تقول لهما قولا وكلاما طيبا حسنا تنطقيه كلام طيب مقرون بالاحترام والإكبار للوالدين وده مما يقتضيه حسن الأدب وبترشد إليه المروءة ما ترفعش صوتك أمامهم على أي حاجة ولا عليهم ولا تحدق فيهما بنظرك النبي كان يقول من حد النظر إلى والديه فقد عقهما اللي يبرق لهم كده واللي يبصلهم بصة فيها زج وقع في العقوق فاحذر من ذلك الأمر التالت اللي أشارت إليه الآية الكريمة واخطض لهما جناح الذل من الرحمة يعني تواضع معهم قوي تذلل معهم زي العبد اللي في يدي سيده تذلل شوف أنت وأنت صغير كانوا بيعود ويدادوك إزاي ويطبطبوا عليك ويتحيلوا عليك تاكل نفس القصة دي أنت هتعملها ليهم عند الكبر تتذلل تخضع تكون تحت رجليهم تتحمل ما يأتي منهم من أذى ومهما اللي هتعملوا دا أنت مشاكر لفضل الوالدين عليك وتطيع الوالدين فيما أمرك به ما لم يكن معصية لله تعالى رحمة منك بهما وشفقة عليهما ومثلت الآية الكريمة حال الإنسان في تواضعه مع والديه وبالذات عند الكبر بحال الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه عشان يحنوا عليه ويخد باله منه ويربيه الطائر بيعمل إيه؟ بيخفض له لولاده يعني لفرخه الصغير جناحه يخفضه كده عشان يعرف يضمهم ويخدهم ويحتويهم فكأنه قال للولد والولد في اللغة العربية بتطلق على الذكر والأنسة رجلا كان أو امرأة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني أكفو الوالدي بإنك تضمهم إلى نفسك وتخدهم لحنانك وعطفك ورعيتك واحترامك وإكبارك زي ما هم كمان كانوا بيعملوا معاك في حال صغرك ثم كان الأمر الخامس قال لك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل يعني أدعوا لهما بهذا الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أن تدعو الله تعالى أن يرحمهما برحمته الشاملة جزاء لهما ووفاء وبرا بحقهما فكأن لسان حالك بيقول يا رب أو ربي ارحمهما وتعطف على والدي بمغفرتك ورحمتك كما تعطف علي يا مولاي في صغري فرحماني وربياني صغيرة إلى أنك حتى أنك يعني بقيت مستقل في حياتك قائم بنفسك قدرت تعتمد على نفسك افتكر ده عشان كده في دعاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أولد صالح يدعو له فإنت كمان تكثر لهما من هذا الدعاء والدعاء ده وهم أحياء وهم أموات والبر مستمر بهم أحياء وأموات كما سنرى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء التأكيد على وجوب بر الوالدين والترهيب فيه والترهيب كمان من إنك تؤع في عقوق الوالدين من ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما يعني أنت ما حتقوم بحق الله ولابد أن تشكر للوالدين وتقم بحقهما وبرهما لو أنت بحق الله دون حق الوالدين لا يقبل منه انتبه إلى ذلك وبر الأم طبعا مقدم على بر الأب لما رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحصن صحابتي فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أمك قال ثم من يا رسول الله قال أمك قال ثم من يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أبوك فالأم لها ثلاث أضعاف حق الأب لابد أن نقوم بحقها ورعايتها والأم لسه عيشة يحاول ويكتهد في أنه يفوز بدعاه ويفوز برضاه ويفوز أنه يوفق إلى حسن طاعتها وبرها ويسأل الله المدد على ذلك لابد أن ندعو الله بأن أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا باب التوفيق إلى بر الوالدين أحياء وأمواتا والبر بالوالدين لا يختص بأنك تبر بيهم وأنك تدعلهم حال الحياة فقط لا بل بيكون برضو بعد الموت أيضا الناس فهمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة إنه يدعو بهذا الدعاء بعد الوفاة لا وفي حال حياتهما وبعد موتهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فالدعاء للوالدين من البر بهما أحياء وأمواتا ورد في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل يعني بتسئل نبي صلى الله عليه وسلم عن معنى أن البر مستمر حتى بعد وفاة الوالدين فسؤل يا رسول الله هل بقي من بري أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما يعني بعدما ينتقل الأب والأم بالوفاة هل هناك شيء أقدر أعمله يبقى البر بتاعي مستمر فقال عليه الصلاة والسلام نعم الصلاة عليهما تدعي لهم والاستغفار لهما تستغفر ليهم وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما كل الخير اللي هم كانوا بيعملوه أنت تحاول تستمر عليه بعد وفتهم حتى الصديق اللي كان للأب أو الصديقة اللي كانت للأم مجرد الود اللي بتودهم ليهم بعد وفتهم ده من البر للأبوين بعد انتقالهم الخير اللي بيعملوه وإنت ربنا أقدرك على قدر طاقتك تستمر في الخير اللي كانوا بيعملوه في حياتهم فده من البر بعد الموت وإنك تدعي لهم وإنك تستغفر له وإنك تود القرابة بتاعتهم إخواتك وأريبك كل ده من البر بالوالدين بعد انتقالهم وأختم بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عشان نشوف أحوال الصحابة الكرام سيدنا أبو هريرة كان إذا أراد أن يخرج من بيته رضي الله عنه وقف على باب أمه أمه كانت معاه فيقف على باب الغرفة بتاعتها ويقول لها السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته وهو خارج عايز يفوز بإيه بالدعوة بتاعتها فتقوله عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا رضي الله عنه اشتركوا في القناة مرحبا بكل مشاهدينا الكرام الأعزاء مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناة أون العزيزة ناخد بسرعة الأسئلة لذيق الوقت ست أمه أحمد السلام عليك يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندا كل لحظة وحضرتك بصحة ورحة بالي يا رب وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة انتغال يعانينا كلنا والله يا دكتور الله يراضيك وانتم كمان والله يا شهر الله بص حضرتك أنا ليس سؤالين فضل أول سؤال أنا بيجي لي صدع نصفي بشع يعني فلازم أخذ له أي حاجة أنا للأسف فطرت من يومين من الصدع بس أنا بسأل حضرتين فأخذ حقنة مسكنة بدل مفتر دي أول سؤال يعني حضرتك فطرتي من يومين بتسألي عن حقنة مسكنة لو أنا خدت الحقنة دي مش هفتر تمام بس ما يكونش فيها ضرر يعني لا يا حوال مسكنة يا بولتارين مثلا أي حاجة من فؤال دي تمام السؤال الثاني أنا ما بصلي مع جوزي جماعة جوزي للأسف سريع في الصلاة فهو إيه باقي عندي الصورة الصغيرة بيروح هو إيه ركعة فأنا بستاذى لما بخلص هو بقى ما بخلص الصلاة يقول لي إركع إذا ما بركع حتى لو ما خلتش في الصورة أنت ملتزمة بي أنا فأنا يعني مش عارف هو ده صح مش هو أرى هو أرى قدامي كنت المأمومة يعني هو الإمام وانت أنا ما بحب أخلص الصورة هو بيقول لي لأ مش هنتخانق في الموضوع ده بسيط شكرا يا سيد أم أحمد مستاذة سامحة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدا حدثك يا دمتور الحمد لله لست سمحت فأقولك لو سمحت هو مش المفروض لأن إحنا عما نيجي نفتر نفتر أول ما لقدان يقول الله أكبر ولا لن نستنى الشهادة فأنا اللي عجباه كان بيقوله عجله في الفطور فهو بيقول لي لا استني الشهادة فكذا أنا لو كنتبت أقول ما هو الله أكبر كذا عايده يوم تاني ولا إيه في سؤال تاني أنا والد متوفي الصوت بس بيبعد الولد متوفي وإيه حاضر شكرا معنا ماشي يا أستاذ إبراهيم حاضر هنطلع الكتاب كتاب قلوب عمرة كتاب قلوب عمرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يطلق القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع إحنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين وده بيجي من خلال إنه بيقرأ فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بيقى القاعدة طفل معاك إنت ده لما بيتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة لأن القرآن ميسر للذاكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة ما زلنا في تصحيح سورة المرسلات المرة السابقة صححنا بداية سورة المرسلات اليوم إن شاء الله الشباب حيصحح عن طريق القراءة والتصحيح فنستسمح حضرتكم باستحضار المصاحف للمتابعة معانا وبنذكر برواية التي نقرأ بها رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل واحنا من وقت للتاني بننبه إلى ما هو المقصود بقصر المنفصل مستعدين بقى نبتدي بمين مين اللي نفسه يبتدي النوسي طبعا انت على طول عايز تبتدي يلا يسيد هادريئت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفاه فالعاصفات عصفاه والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى الهمس يا أنس فالملقيات ذكرى أحسن عذرا أو نذرا الله عليك إنما توعدون لواقع بص بقى أنت جميل قوي التعبير عندك رائع يعني القسم واضح قوي والتلوين الصوتي والنبر الصوتي بتاعك في التعبير عن المعاني اللي بتقراها عجبني قوي لازم نحيل أستاذ أنا سعلا كده إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع يلا يلانا فإذا النجوم الغنى فإذا النجوم طمست ومدش قوي النجوم يعني النجوم عندي مد طبيعي الواو أحد حروف المد لإيه التلاتة والواو هنا جاي قبلها مضموم تمام لا يبقى مد عندي هنا مد طبيعي حركتين ما طولش قوي زياد فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت كده اتنين ونص المد وأنا عندي هنا المد أربع حركات وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت جميل كميل يا مريا وإذا الرسل أقيتت فين الهامس أقيتت سمعين ليه قلنا ليه لضعف الاعتماد على مخرج التاء لإنه من حروف الهامس يعني اللي لازم يجري معاها شوية نفس عشان الصوت يبان صوت التاء يبان اللي هو زي هو ضمن مجموعة الحروف الهامس الحاء والثاء والهاء والشين والخاء والسين والكاف والتاء والفاء كمان حثه شخص فسكت أو فحثه شخص سكت حسب اللي انتوا حفظينه المهم هي مجموعة في العبارة دي حروف الهامس الحروف اللي ما تبقى ساكنة دي لازم يجري معاها شوية أما هقف عليها في نص الكلمة عندي في آخر الكلمة فانا حدي الهامس جريان بعض النفس مع الحرفة عشان يظهر معايا لضعف الاعتماد على المخرج مخرج الحرف في نفسه يلا حبيب وإذا الرسل أقتت في أي يوم أجلت لا تاني أجلت أجلت تعوه منت ليوم الفصل فصل 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 عشان كدام فصل فصل عايزة تدريب وما لا لا إحنا بنقرأ بقصر المنفاصل الألف أهما ميم ألف ده حرف إيه ده مد ووراه ده في نهاية الكلمة حرف المد وبداية الكلمة اللي وراها فيه همزة في روايتنا احنا ده اسمه قصر المنفاصل لأنه حرف المد في كلمة في نهاية الكلمة والهمزة في كلمة تانية فدول منفاصلين مش في كلمة واحدة لو في كلمة واحدة زي السماء وماء هتبقى واجب أربع حركات إنما ده مد جائز وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل أيوة ويلو يومئذ للمكذبين برافو عليك يا مري ربنا يفتح عليك يا أستاذ آدى والمرسلات والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة فالعاصفات ولا فالعاصفات فالعاصفة لا عاصي دي حاجة عاصفات عصفة أيوة أيوة ده حرف فخ وحرف من حروف الاستعلاء قوي فالعاصفات فالعاصفات يلا يا سيد فالعاصفات عصفة أحسنت والناشرات غني يا أستاذ آدم فرقا فرقا مش فر فرقا 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 جميل أحسنت يلا يا شروق فالملقيات فالملقيات ذكرى لحقتي نفسك فالقاف أنت عذرا أو نذرا إنما إنما توعدون لواقع أنا عايزة أحس الإسم الموصول فإنما إحنا قلنا إيه إنها إن الذي توعدون لواقع من أحداث ستحصل يوم القيامة لواقع فهنا المهنة بمعنى الذي إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع قيع قيع أيوة فإذا النجوم بغني فإذا النجوم طمست أيوة وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت أحسنت يلا يا حنين وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل يلا يا سيد وما أدراك وما أدراك ما يوم الفصل فاصل فاصل لا فاصل فاصل لا أنا مش سمع اللام فاصل في توصط عندي فاصل فاصل أيوة ويلو يومئذ للمكذبين عبد الله أنا أريد أن أسمع وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويلو يومئذ للمكذبين عيزة أسمع وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك أدراك وما أدراك ما يوم الفصل ويلو يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم واجعله اللهم حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيع وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين يا رب العالمين مرحبا بحضراتكم السيدة أم وحمد كانت بتسأل عن أن أصابها الصداع بشع جدا هي بتعني من الصداع النصفي فهي فطرة من يومين عشان تاخد حبوب لرفع الصداع ممكن تاخد حقنة وما تفترش يعني لمانع من ذلك يعني لمانع من حريك تاخدي هذه الحقنة فهي ليست من المفطرات لكن علي حضرتك قضاء اليوم اللي حضرتك أفترتيه بعذر المرض فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدتهم من أيام أخر بعد انقضاء رمضان إن شاء الله عليك قضاء هذا اليوم ولا مانع من أنك تاخدي هذه الحقنة وربنا يشفيك وعفيك وما خدش الحقن كده مع نفسي لابد أنه يعني تكون بإذن الطبيب حتى لا تضر بحضرتك من كسرتها حريك بتقولي ما بتصلي مع الزوج جماعة بيكون هو سريع فيه الصلاة فهي بتأخر نفسها عن الركوع بلا ما تخلص الإراية لا يجب زي ما زوجك قالك يجب متابعة الإمام لأن الإمام جعل ليؤتم به فحضرتك بتتبعي وهو بيقرأ وحضرتك بتتبعي في هذه القراءة وبتأدي التسبيحات بتاعتك وكل شيء تابعة للإمام يا صاحبة السؤال الأستاذ سماح وما فيش مانع يعني هو حتى لو بيصلي بسرعة لكن بيؤدي الأركان وبيؤدي العبادة بشروطها وأركانها فلا مانع صاحبة السؤال لكن طبعا بيفضل إنسان يكون أكثر هدوءا في أداء العبادة عشان يعمل الفكر فيما يقول ويردد من قراءة القرآن والأذكار والتسبيح الأستاذ سماح بتقول هي بتيجي برضو تفطر عند سماعها قول الله أكبر في الأذان لكن الزوج بيقول لا انتظري التشاهد في الأذان اللي هو الشهادة يعني يعني هو لا يشترط للإفطار سماع التشاهد عند الأذان الإفطار بيكون بدخول وقت المغرب وبمجرد قول المؤذن الله أكبر أنت حابة بقى يمكن زوجك بيقولك كده عايز يعني يتمكن من الوقت شوية ما فيش مشكلة إنك من باب التمكين من الوقت حتى ما يسمع التشاهد في الأذان لكن الأصل إنه أنا ده لا يشترط إن أنا انتظر لسماع التشاهد في الأذان بمجرد قول المؤذن الله أكبر وخلاص دخول الوقت بالضبط اللي هو المغرب ورفع الأذان مع الله أكبر يمكنني الإفطار صاحبة السؤال وما نعملهاش برضو إيه مشكلة بدنات ناقش الزوجة مع الزوج برضو اللي بتصلي واللي بتفتر يبقى فيه نوع من المذاكرة العلمية اللي إحنا إيه وقل ربي إيه زدني علما سؤال الثاني الولد ده متوفى لأستاذ السماحة الله يغفر لها ويرحمها وتجاوز عن سيئاتها اللهم أمين فهي بتقول بتقرأ وتوهب لها بعد القراءة هل ده بيصل ولا الدعاء والصدق هما اللي أفضل وهم اللي بيصلوا يصل مباشرة قراءة القرآن قراءة القرآن الكريم ووهب ثوابها للمتوفى بتصل مباشرة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة وقلنا الكلام ده مرارا وتكرار وقراءة القرآن الكريم ووهب الثواب للمتوفى يصل عند الشافعية بإننا بعد ما بخلص القراءة أقول ربي هب أو أقول هب اللهم هب مثل ثواب ما قرأت إلى روح والدتي فهي مطلقا عند الحنفية والحنابلة تصل مباشرة وعند الساجة الشافعية يقول لك تصل بيئة دعاء اللي هو بندعي عقد الانتهاء من قراءة القرآن بإنه يهب مثل ثواب ما قرأنا إلى روح فلان أو فلانة وكل ده مندرك تحت نحن عندنا نماذج جاءت الإشارة في السنة النبوية وفي القرآن الكريم إلى وصول الثواب إلى المتوفين ومن ضمن جملة عمل الخير الذي يتوجه به الإنسان قراءة القرآن ووهب الثواب يا صاحبة السؤال الأستاذة سماح وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تبسط على والدينا رحمتك ومغفرتك وعفوك اللهم من كان منهما حيا فألبسه لباس العافية واختم له بالمغفرة حتى لا تضره الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارحم الأموات منهم برحمتك الواسعة وارد عنهم تمام الرضا وعاملهم بما أنت أهله وارفع درجاتهم في الجنة بحق وسر الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة